نفى مصدر رفيع المستوى ما يتم تدوله في وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة مؤكدا أن ذلك ما هو إلا هروب إسرائيلي من الإخفاق في القطاع أضاف المصدر أن فشل إسرائيل في تحقيق إنجاز في قطاع غزة يدفعها لبث دعاءات حول وجود أنفاق لتبرير استمرار عدوانها على القطاع مشيرا إلى أن إسرائيل تغض النظر عن عمليات تهريب السلاح من إسرائيل للضفة الغربية المحتلة لإيجاد مبرر للاستيلاء على أراضي الضفة وممارسة المزيد من القتل والإبادة للفلسطينيين شدد المصدر على أن إسرائيل لم تقدم أدلة على وجود أنفاق عاملة على حدود القطاع وتستغل الأنفاق المغلقة بغزة لبث دعاءات مغلوطة لتحقيق أهداف سياسية